موسيقى زي اي مهرجان سينمائي بيجي لنا عبارة عن طيران واقامة فقط لا غير ببناخدش فلوس ببناخدش مقابل وفي الموضوع ده انا مش اخدين مقابل احنا رايحين ندعم فريقنا القومي فريق منتخبنا المصري رايحين ندعمه بالعكس احنا بنصرف هناك يعني احنا ايه غلطتنا اللي عملناها كل ده عشان الفريق خسر فاحنا نتحمل الموضوع يعني ليه هو احنا اللي حطيني الخطة بتاعت اللعب هو احنا اللي لعبنا وقصرنا احنا كنا وقفين بنتفاعل جوه الملعب زي كل المصريين اللي موجودين وازعينا لما اتغلبنا وهي كرة كده بكسب وخسارة ايه الغلطة اللي احنا عملناها ويتقال علينا منطبلطية ورقصين والفاظ مش كويسة ليه؟ هو احنا مش بنشتغلكم وبنمتعكم برضو مش احنا بنقدم لكم اعمال انتو بتنبستو منها ايه الخطأ اللي احنا استكبناه؟ هي مش فيه في عبدو دي اللي انا اشتركت معها في مصرحات حزمني كنتو بتنبستو من المصرحية وفي كل عيد بتتعرض المصرحية والناس اللي بتقابلني من المعجبين بتقول لي كلام كويس قوي على الشغل اللي بنعمله ليه تقلب علينا فجأة كده؟ علشان مصر خسرت؟ طيب احنا زمينا ايه؟ احنا رحلين ندعمه احنا ايه غلطتنا؟ انا عايز كل واحد منكم يحطوا نفسه مكاننا ترضى على نفسك يتقالي الكلام ده وحط نفسك مكاننا في انك انت لو جات لك دعوة علشان تحضر المتش مهما كان مين طلع معاك مش هتطلع؟ اكيد هتطلع طيران واقامة هتطلع فاحنا عملنا ايه؟ ازنابنا في ايه؟ يعني ايه مشكلتنا؟ واتقال علينا ان احنا طالعين من قوت الشعب واخدين من قوت الشعب وكلام كبير كبير مش حقيقي الكلام ده جماعة مش حقيقي ده بند من الدعاية بالنسبة للشركة وده كان موضوع يعني اشرفنا ان احنا نعمله ان احنا بندعم منتخب فريق مصر ونقف جنبه وبعدين لما تقال علينا ان احنا رحنا للعيبة القوتيل اقسم بالله العليل عظيم احنا لنعرف اللعيبة نزلين في قوتيل ايه؟ ولا شفناهم ولا تقابلنا معهم ولا نعرف هم فين اساسا يعني الكلام اللي بيتقال يا جماعة بجد جارح جدا 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 ومؤخرا فيه وحدة محسوبة على الوسط انها بتكتب سيناريو وصحفية نزلت كلام قذر حقيقي قذر طبعا طالع منها الكلام ده لان هي انسانة معقدة يعني هي طبعا تقولكوش ده الموضوع ده بس انا بقول رأيي يعني هي واحدة معقدة نفسيا لانها لنجحة في الصحافة ولا هي نجحة في السينما وحاولت تعمل لنفسها شكل ما عرفتش يعني هي ملهاش اي وجود ملهاش وجود في الحياة ولا ليها اسم ولا ليها بصمة ولا ليها اي حاجة غير انها بتشتم في زميلها وزميلها كلهم عرفوا وارفانين طبعا منها ومتدايقين منها انها بتغلط فينا يعني واحدة بتسخن الناس علينا يعني اساسا احنا مش حطيناها في اعتبارنا هي اقل من كده بكتير قوي 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 هي تفهة اتفه من التفاهة انما انا اللي همني الجمهور انتو اللي تهموني احنا مغلطناش احنا جتلينا دعوة لبناها ما عملناش اي حاجة وحشة يعني ما عملناش حاجة مشينة ما عملناش حاجة لا اخلاقية احنا لو كنا كسبنا كنت هتشلونا فوق الدماغ ماينفعش كده لازم نبقى يعني ايه بنشيل بعض كده شوية ونصبر على بعض كده شوية وما ننفعلش كده شوية انا العلاقة اللي بيني وبينكو هي اللي خلتني اتكلم يعني انتو عارفين ان انا لما بعمل شغل ببقى عامل حساب كل متفرج بيتفرج عليك على الشاشة سواء الكبيرة او الشاشة الصغيرة فانا بحترم وجودكو وبحترم مشاهداتكو وبحترم رأيكو فلما ده كان رأيكو فينا انا حقيقي انجرحت وزعلت يعني احنا ما عملناش حاجة احنا سفرنا وكان عدد محدود من الفنانين وفيه فنانين تانين طالعين على فكرة على حسابهم يعني يعني فيه ناس موجودين على حسابهم واحنا لما بنروح والله ما بناخد مقابل ولا بيقبضونا فلوس ولا الكلام ده خالص اقسم بالله ما بيحصل واقسم بالله مرة تانية احنا لا شفنا اللعيبة ولا رحنا لهم الاوتيل ولا نعرف حاجة عن الموضوع ده خالص ارجوكم يا جماعة بالراح شوية مش كده احنا يعني قدمنا لكل كتير وانتو استمتعتوا بينا مفيش داعي تجرحونا اكتر من كده اما بالنسبة للشخصية اللي ملهاش اي لازمة وهي حتشوف الفيديو وحتعرف فلما حتبدأ تهاجمنا وتهاجمني انا بذات انتو هتعرفوها لانها حاجة ملهاش اي معنى وبتغلط كتير وغلطت فيها قبل كده كتير انما انا بفوت لان التفاهات دي ما ببصلهاش انما النهاردة نزلت كلام يعني قذر قذر حقيقي يعني فعلا ما كنتش اعرف انك كده للدرجة دي ما كنتش اعرف حاجة مقرفة معلش معلش عموما انا باتمنى ان انتو تفهموا الموقف صح واتمنى ان انتو ما تبقوش زعرانين مننا ان احنا ما عملناش حاجة واشا وبنقول للفريق المصري هارد لك وهي الكرة كده غالب ومغلوب يعني من اول ريال مدريد لبرشلونة كل الفرق الكبيرة كل الفرق الكبيرة بتكسب وبتخسر يعني اتمنى اتمنى ان انتو تفهموا كلامي واتقدروه وكمان في حاجة تانية مهمة عايز اقولكو عليها من باب اولى تهاجموا الناس اللي هم المفروض انهم مصريين وفرحانين في فريقنا المصري انه خسر في ناس على الصفحات انتو عارفين مين هم طبعا يعني بيهاجموا فريقنا المصري وفرحانين فيه وناس قالت علينا كلام بقى ان احنا لما سافرنا قالوا يا رب اتقع بيهم ربنا ياخدهم يعني كلام كأننا خونا كأننا عملنا جريمة عظمة يعني على العموم انا اسف انها طولت عليكم واسف ان انا كنت منفعل شوية بس صدقوني احنا بنحبكم وما نحبش ان انتو تزعلهم مننا واحنا معملناش اي حاجة غلط وفي الاخر وفوضوا امري الى الله ان الله بصيرهم بالعباد شكرا